اشتركوا في القناة في دعم حركة الاقتصاد والتنمية في المملكة كما هنأ جلالة الملك المفدى العضاء الفائزين بعضوية مجلس إدارة الغرفة للدورة الثلاثين متمنياً لهم النجاح والتقدم مشيداً جلالته بنتائج الانتخابات التي تميزت بالنزاهة والشفافية والاختيار الحر ومقدراً رعاه الله كافة الجهود الطيبة التي بذلت لإنجاحها وأشهد جلالته بالإنجازات المهمة التي حققتها غرفة تجارة وصناعة البحرين منذ تأسيسها وبالدور الريادي الذي تطلع به في خدمة المسيرة التجارية والصناعية في مملكة البحرين وتعزيز موقعها الاقتصادي والاستثماري المتميز إقليمياً وعالمياً مؤكداً جلالته أن الغرفة تعد شركاً فاعلاً وحيوياً في مسيرة النهضة الشاملة بفضل الجهود التي يبدلها القطاع الخاص في دعم عملية البناء والتطوير بما يخدم المسير الوطنية ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني التنافسية على المستوى الدولي وأرى بجلالته عن اعتزازه بدور التجار والرجال الأعمال البحرينيين الذين أخذوا على عاتقهم خدمة هذا القطاع المهم وتطوير أدائه والسير على خطى من سبقهم من رجالات البحرين الذين أسسوا الحركة التجارية العريقة وأساهموا في بناء نهضة البحرين عبر مسيرتها التاريخية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر